اشتركوا في القناة في هذا العرض سنقوم بأداء الخطوات من خلال نظام التشغيل Windows 7 لأنظمة التشغيل الأخرى يرجى الاطلاع على العرض أو الـ Description الخاص بهذا المقطع لتشغيل برنامج Windows Firewall أو التأكد من وضعيته في حال التفعيل أو عدمها نقوم بالضغط على زر Start ومن ثم نختار خيار Control Panel في هذه النافذة لدينا العديد من البرامج لتسهيل العرض واختيار برنامج Windows Firewall نحدد من القائمة إما Category Large Icons أو Small Icons نختار Large Icons نلاحظ هنا برنامج Windows Firewall هذه هي الآيكون الخاصة بالبرنامج وهذه هي التسمية نضغط على اسم البرنامج في هذه النافذة الخاصة بالبرنامج نلاحظ أن البرنامج غير مفاعل أو لا يعمل وبالتالي الجهاز تحت المخاطر لتفعيل خيار Windows Firewall نقوم باختيار Turn Windows Firewall On or Off نلاحظ هنا مجموعة من الخيارات يوجد لدينا ثلاثة اختيارات في الخيار الأول Domain Network Location Settings الخاصة بالتفعيل في حالة الاتصال على الدومين أو الشبكة الخيار الثاني هو الخاص بالشبكات المنزلية أو الشبكات الخاصة نقوم بتفعيله أيضا الخيار الثالث الخاص بالشبكات العامة أو Public Networks أيضا نقوم بتفعيله بعد الامتهاء نقوم بالضغط على زر OK هنا نلاحظ أن البرنامج أصبح في وضعية التفعيل أي أن البرنامج يقوم بحماية الجهاز من أخطار الاختراق أو الهاكرز للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع CyberC3 www.cyberc3.ae شكرا